السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في درس جديد على قناتكم كاريم سبانيش لتعلم اللغة الإسبانية في هذا الدرس إن شاء الله سنرى حوارا بين شخص مريض والطبيب في هذه الحالة الشخص المريض يشعر بألم شديد في رأسه ويحتاج الذهاب إلى الطبيب خلال هذا الحوار ستتعلم أهم العبارات والأسئلة التي يمكن أن يطرحها الطبيب على المريض بخصوص حالته وما يشعر به وكذلك الفحوصات أو الاختبارات التي يقوم بها الطبيب عادة للتشخيص وكذلك سنرى كيف يمكننا أن نجيب الطبيب على الأسئلة التي يطرحها علينا إذن أصدقائي بدون إطالة لنبدأ الدرس على بركة الله قبل أن نبدأ إذا كنت مهتم بتعلم اللغة الإسبانية بطريقة سهلة وبسيطة وفي أسرع وقت اشترك الآن في القناة وفعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس أول حاجة منك تدخل عن الطبيب تسلمع لك ويقدر يقول لك أولا بوناس دياز أولا بوناس دياز أولا بوناس تردس أولا بوناس تردس على حسب إذا دخلت عنده في الصباح يقول لك Hola Buenos Dias صباح الخير دخلت عنده في الأشياء يقول لك Hola Buenos Dias يعني مساء الخير والسؤال اللي غد يطرح عليك هو ¿Cuánta me que le pasa? ¿Cuánta me que le pasa? ¿Cuánta me que le pasa? يعني عود لي شنو وقع لك عود لي شنو وقع لك يعني أنت أول حاجة غديرها ياطرد السلام وغد قل له Hola Dr. buenos Dias Hola Dr. buenos Dias أو Hola Dr. buenas Tardes Hola Dr. buenas Tardes ومن بيت أتغلو شنو كدررك يعني انت تكدررك راس أتغلو مي دويلة لكبيزا مي دويلة لكبيزا مي دويلة لكبيزا يعني تدرني راسي تقدر أتغلو مثلان tengo un fuerte dolor de cabeza tengo un fuerte dolor de cabeza Tengo un fuerte dolor de cabeza يعني عندي واحد صداء قوي في الراس تقدر تقوله بطريقة اخرى Ultimamente me duele mucho la cabeza Ultimamente me duele mucho la cabeza Ultimamente me duele mucho la cabeza يعني مؤخرا Ultimamente me duele mucho la cabeza هنا الدكتور سيقولك desde cuando tienes ese dolor يعني من امتى وعندك تصدع من امتى وعندك تصدع يقدر يقولك بطريقة اخرى يقولك Puede decirme cuando empezó el dolor Puede decirme cuando empezó el dolor Puede decirme cuando empezó el dolor يعني واش تقدر تقوللي امتى بدأ عندك تصدع واش تقدر تقوللي امتى بدأ عندك تصدع يقدر يقولك بطريقة اخرى يقولك llevas mucho tiempo así llevas mucho tiempo así llevas mucho tiempo así يعني واش هادي مدة وانت هكك واش هادي مدة وانت هكك انتهنا تقدر تجواب تقول له Desde hace casi una semana Desde hace casi una semana Desde hace casi una semana يعني هذه تقريبان واحد سيمنة هذه تقريبان واحد سيمنة أو هذه تقريبان واحد الأسبوع تقدر تقول له مثلا يعني هذي سبع أيام باليوم هذي سبع أيام باليوم تقدر تقول له مثلا يعني نقدر نقول هذي واحد سمانة تقريبا نقدر نقول هذي واحد سمانة تقريبا هنا الدكتور غا يقول لك يعني غا يخصن قلبك وندر لك بعض الاختبارات أو بعض الفحوصات انت غا يتجوبه هتقول له يعني وخا أو لا تقدر تقول له يعني مزيان أو لا دي أكوردو دي أكوردو دي أكوردو يعني وخا موافق يعني جميع التعابير تعني نفس الشيء بالي يستابين دي أكوردو عندها نفس المعنى هي الموافقة وخا أو مزيان أو وخا موافق هنا الدكتور من بعد مني غادي يفحصك وغادي يشوفك غادي يقول لك اشتا تيني وانتيرون موسكولار ان الكويو يعني هناك يهضر ماكب احترام يعني عندك واحد تنقوله هنا وحد تشنج عضلي يعني بحالة تنقوله تقطع لك اللحم ان الكويو في العنق ديالك يعني عندك وحد تشنج عضلي في العنق ديالك غادي يقول لك مثلا يعني خاصك تاخد هاد الكينات ثلاثة المرات في النهار أو لا يقدر يقول لك ها يشو استيد ألغن موبيمينتو بروسكو كون سوكويو كي لها بروبكادو ون تيرون ها يشو استيد ألغن موبيمينتو بروسكو كون سوكويو كي لها بروبكادو ون تيرون ها يشو استيد ألغن موبيمينتو بروسكو كون سوكويو كي لها بروبكادو ون تيرون ها يشو استيد ألغن موبيمينتو بروسكو كون سوكويو كي لها بروبكادو ون تيرون يعني درتي واحد الحركة اللي هي مفاجئة برعن قديلك لتزببتلك في هاد تشنج ويقدر يقول لك يعني خود هالكينات كلت من يدي السوية أولي قدر يقول لك بسيغة أخرى ويقول لك يعني وقال لك وح تشنوش في العنق ديرك احنا سنقول لك تقطع دي الحم تشنوش عضلي وغادي يقول لك أكي تيني لاريسيطة تومي estas pastillas después de cada comida أكي تيني la receta تومي estas pastillas después de cada comida أكي تيني la receta تومي estas pastillas después de cada comida يعني تفضل الوصفة خود هالكينات من بعد كل وجبة تفضل الوصفة أكي تيني la receta تومي estas pastillas después de cada comida خود هالكينات من بعد كل وجبة صافي هنا في الأخير مني غادي أعطك الوصفة غادي تشكره وغادي تودعه وغا تقول لك بالي دكتور muchas gracias hasta luego بالي دكتور muchas gracias hasta luego بالي دكتور muchas gracias hasta luego يعني واخا دكتور شكرا مزيف مع السلامة وهنا الدكتور بالدور ديالو غادي يجوبك يعني وغادي يقول لك no hay de que no hay de que no hay de que تعني لا شكر على واجب أو العفو أو يقدر يقول لك بطريقة أخرى de nada de nada de nada يعني عندها نفس المعنى وغادي يقدر يقول لك que se recupera pronto que se recupera pronto que se recupera pronto que se recupera pronto يعني نتمنى أنك تشفى تغيى ويقول لك في الأخير adios 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 يعني الله يعنى بسلامة إذن أصدقائي دائما في آخر الدرس أترك لكم بعض الجمل للممارسة والتمرن أترك إجابتك في تعليق سأقرأ جميع التعليق وسأرى هل إجابتك صحيحة أم لا وإن كان لديك أي خطأ فسأصححه لك إن شاء الله حتى تستفيد أكثر إذن أصدقائي الجملة الأولى هي أصدقائي 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 الجملة الأولى أصدقائي 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 وكذلك وكذلك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تتوصلوا بكل درس جديد إن شاء الله إذن إلى ذلكم الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقائي